السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً التجربة خير برهان التجربة هي اللي تدلك على المعلومة الصحية يعني ليس أني أصور نبتة وأضع المعلومة معها في نفس اليوم هذه ما تعتبر معلومة المهم هذه نبتات داخلية وضعتها في الماء لمدة ثمانية شهور أو أكثر طبعاً من وضعت نبتاتي إلى الآن ما عملت لها أي صيانة والماء ماء غيره فقط أزيده كلما انخبض عن المستوى المطلوب طبعاً هي تجربة خاصة وتعتبر ناجحة وعلشان تنجح معك في شيء واحد تسوي فقط وهو أنك تضع مستوى للماء تخلي مستوى الماء أسفل الجذور بمسافة كافية بحيث أن الجذور هي التي تتبع الماء وليس العكس يعني ما تغمر الجذور كاملة بالماء وإذا كانت النبتة لها ساق بدون جذور ما تغمر الساق كلها بالماء ولا حتى نصها تخلي الماء أسفل وطبعاً بدون تسميد لم أضع لها أي تسميدة على الإطلاق طوال هذه المدة وطبعاً النبتات على حالها على حالها ما قسلتها ولا نظفتها ولا رتبتها ولا غلمتها علشان التصوير خليتها على حالها علشان تكون التجربة واضحة وعلشان أنك إذا بتجرب تعرف كيف بتكون عندك شكل النبتة بعد ثمانية شهور والهدف هو أن النبتة تطول تتعمر عندك أطوال مدة ممكنة علشان تستفيد منها لأن أغلب الناس يشتري النبتة من المشتل وتذبل وتتعب عنده بعد شهر إلى شهرين وبعدين تموت النبتة أو هو يأس منها ويتلفها ولأن بعض الناس ما يحب أنه يحط تربة داخل المنزل فهذه الطريقة تكون مناسبة جداً له طبعاً راح تلاحظ بعض الأوراق تصفر وبعض الأوراق تجف وتسقط وهذا طبيعي لأن الورقة لها عمر افتراضي ينتهي وتنتهي معه طبعاً وبتلاحظ أن النبتة خضرار النبتة بسيط يعني ومهب مثل النبتة التي تأخذها من المشتل النبتة الموجودة في المشتل أو الموجودة في المحمية هي خضراء تشوفها خضراء بسبب الرطوبة الجوية وفي المنزل عندك لا يوجد رطوبة مناخ المنازل الغالب عليه الجفاف وإذا استمرت عندك حياناً خضراء تشوف نهاية الأوراق بدأ يجف ويحمر ويبس وهذا أيضاً بسبب الجفاف ومثل ما نشوف عندنا هذه النبتة شاهد مستوى الماء مرتفع لا بد يكون منخفض أكثر طبعاً السماد مثل ما قلت سماد ما وضعت لها أي سماد ونبات البوتس هذا متسامح ما يحتاج للأسمدة هو يستفيد من الأملاح القذائية المتوفرة في الماء وهذا شكل النبتة بيكون عندك بعد ثمانية شهور إذا عملت التجربة وطبغت التعليمات بتكون فيها ورغة صفراء وورغة يابسة انتهت وورغة حديثة وورغة خضراء وورغة خضراء باهتة بهذا الشكل والتعليمات هي الحفاظ على مستوى الماء وعدم التسميد السماد لا تسمت أبداً طبعاً الآن أبضع لكم طريقة الصيانة الصحيحة اللي تخلي النبتة تطول عندك وتقدر أنك تطبقها كل شهر وهي بسيطة جداً وشيء واحد فقط تخرج النبتة من الماء وتقلم المجموعة الجذري بالكامل ثم تعيد النبتة مرة أخرى في الماء كما هو واضح في هذا الفيديو لأن هذه الجذور كلها تحتوي على الفطريات اللي تسبب لها مشاكل مستقبلاً وإذا لاحظت أن نهاية الساق بدأ يصفر الأصفر هذا قصة قصة من نهاية الأصفرار لأن النبتات العائمة في الماء 99% من مشاكلها يأتي من الفطريات اللي تتكون على المجموع الجذري خاصة نبات البامبو نبات البامبو هذا أكثر الناس يصفر عندهم الساق بعدين تموت النبتة والسبب هو الفطريات الموجودة في المجموع الجذري لذلك هذا المجموع الجذري لابد أنك تغلمه كل مدة لأنه يحتوي على الفطريات وتنتقل إلى الساق نغلمه كما هو واضح لشان يستمر عندنا أطول مدة ممكنة طبعاً توجد جذور بيضاء حديثة هذه نتركها نغلم الجذور القديمة فقط اللي هي باللون الأصفر بعدين نرجعه في الماء مرة أخرى وبهذه الطريقة تعمر عندنا النبتات أطول مدة ممكنة يعني أنا الآن عملت لها صيانة بعد شهر طويلة أنت إذا بتطبق تجربة بتعمل لها صيانة كل شهر بيكون النمو عندك مختلف وشكل النبتات هذا والله أعلم وأتمنى لكم الفائدة والسلام عليكم